السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم كل محبين وكل مشاهدين ووصفات رهيبة مع رشا. ازايكم يا حباي بقلبي يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. الف تحية لكل اخواتنا اللي انضموا لينا جديد. نورتونا يا اماراتي وان شاء الله عليتنا تكبر بكم. النهاردة نعمل مع بعض وصفة حلوة قوي وهي ازاي نعمل بودرة سامة للقضاء على الحشرات. فران ماشي. صرصير ماشي. نملة ماشي. اي حاجة عندك هتموتها لك. كنا عملناها قبل كده بشكل مختلف وكنا احنا اول قانونة نعملها حصي. النهاردة هنعملها بشكل بقى بودر. وبرضو طريقة حصري هتعجبك جدا. وكفاءتها رهيبة. من غير اي تكاليب بمكونات اصلا موجودة كلها في كل بيت. ونصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويترزعيني واحدة لايك. اي ارزعي يا بنتي? ارزعيني واحدة لايك. ونقول المكونات هبارة عن ايه? اول حاجة عاوزة معلقة من الدقيق او معلقة من النشا. تمام? يبقى معلقة الدقيق او معلقة من الكورن في لواء. ليه? انا عاوزة زي مادة كده اعملها. السرصير تاكل منها. وفي نفس الوقت احط لها في النص المادة السامة. تمام? يبقى معلقة كبيرة او معلقة او معلقتين بقى لحسب الكمية اللي انت هتعمل انا واريكي الفكرة وانت بقى عيش احلامك. تمام? تمام. تاني مكون معايا النهاردة ان انا جبت معلقة من السكر وراحت ضربها في الكبة او في المطحنة بتاعة الخلاط عشان تنعم. تمام? احط هنا معلقة سكر مطحونة. اه ما عندي سكر مطحون يا رشو ما ينفعش سكر خشن لأ. عشان انت لو حطيت سكر خشن السرصار انصح منك انت شخصية. صدقيني يعني اللي هو ايه? في صار اصير كده موكرة يعني لسه احكي لكم على موقف بعد شوية. اللي هو واحدة بتحكيلي اللي هو ايه? يعني عملت وصفة حاجة زي كده بتقول اللي هو ميشي يلم كل الحبات بتاعة السكر وسابلت دقيقة. انت متخيلة المكر وعالفكرة ببقاش استعلى بمقار. اتغيرت بقى. فالفين تلاتة وعشرين واتنين وعشرين غيروها. بقى السرصار. السرصار هو المكر يا جميع. تمام? كده احط معلقة ايه? وعليها معلقة من السكر. ليه سكر? عشان اجذبه ان هو ياكل اكبر كمية ممكن. يا سلام لو عندك معلقة لبن بودرة لبن نيدو. حطيها هنا بحيز برضو يبقى طعمه حلوة قوي. وياكل معانا بعشم. انا عاوز هيكل بعشم وبعد كده نروح ايه? مموتين ابوه. تمام كده? تمام كده. المادة السمى بقى. عايزة مادة سمى. حطها هنا في البودرة دي بحيز اول ما رشأة في الاركان او في اي حاجة السرصار او الفار يموت. بص يا غالية. قد تكلمتك عن المادة اللي موجودة في حجار البطارية. حجر البطارية. سواء ده او اللي احكار الرفيعة اللي احنا بنحطها في الساعة في اللعب في الكلام دو. قلنا ان المادة اللي فيها دي مادة سمى جدا ومادة خطر جدا. عشان كده الوصفة دي خلي بالك لو عندك اطفال بلاش تعمليها. كانت استيزا هيبة برضو يعني نيد للصاحب الفضل فضل وهي معانا على القناة هي صاحبة الفكرة. هي اللي بناها في كلية صيدلة وهناك قال لهم ان المادة دي غلط جدا وممكن اصلا بيتموتي بها فار ومش عارفة ايه. فبتقول اللي جربناها على كل فران المنور ماتت. ما كملتش كم ساعة وماتت. كل طبعا الناس القديمة اللي معاها كانوا عارفين كل الحوارات دي وعرضناها قدامك وسكرينات وكده. تمام? تمام. بعمل ايه? باجيب حجر البطارية ده او الصغير منه. بافتحه من فوق بالمنظر ده. بتجيبي سكينة او حاجة يعني بص بتجيبي هنا بتفتح الاطراف دي كده 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 بتتفتح معاك وتشيل الحتة الفضل دي. في الاخر هيديك المنظر اللي انت شايفها قدامك ده. تمام? بتجيبي معلقة ضاهر معلقة كده وبالتانيك ايه? زي تنغوزي كده فيه كده من جوة بحيس ينزل لكل البودرة السمة كده. بص كده معي. تعالي يا شودي كده طبعين يشوفين انا باينا قدامهم. اهو بصوا. اهو. بصوا. بص كده يا قلبي اهو. شايفين? كل ما انت هتعملي فيها هتنزل طبعا دي ما لانا على خيرها كمية وكنا اخدنا كمية تانية عملناها زي في شكل عاجين كده. بصي اهو. تروحي راجعة تاني بتعملي نفس الحركة دي انك انت تيجي هنا كده بحرف معلقة رفيعة. بصوا كده حباب قلبي اهو. اهو اهو. تمام? اهو بصوا. حتى نبص الحركة دي. بصي بصي حركة. كل ما تغباتي عليها من فوق هي هتنزل معك من تحت. تمام? عيش انت بقى نفسك احلامك مع نفسك عشان ما تقولش عليك وقت الفيديو. تمام? بس يا لوجي. هتقلبي بقى هنا مكونات دي كويس جدا 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 جدا. طبعا كل ما قطرت المادة السمة كل ما كان احسن. واهم حاجة التأليف ما تسيب ليش هنا اي فتفوتها الا لما تكون داخل فيها المادة السمة. تمام كده يا امراتي? تمام كده. كده اصبحت معاك اقوى بودرة سمة على المجرة لسه رصير. هتعملي ايه? هتاخد البودرة دي وتحطيها في غطيان ازاي الصغيرة او غطيان بترامونات. تحطيلي واحد تحت التلاجة. تحطيلي واحد تحت البوتوغاز. تحطيلي واحد في كل رف من رفوف المطبخ. تحطيلي واحد فوق التلاجة. تحطيلي واحد تحت الحوض. تمشي كده على اي مكان عندك فيه صرصير. مجرد ما الصرصار ما هيجي. اه هيلاقي طعم السكر حلو. لو عندك بس يا لوشي معلقة من لبن البودرة زي مولتلك خطي. فهيأكل بعشم. هيبص في النص هيلاقي المادة السمة. فطبعا هيموت. نفس الكلام حلوة جدا للفران وللنمل والكل حاجة. اتمنى كون قدرت افيدكم يا امراتي. ما تنسيش اللايك لو اول مرة تشوفينا. ما تنسيش الاشتراك. اختم الفيديو بالصلاة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.